قال الجيش البريطاني ان تقم سفينة تجارية اعلن فقدان السيطرة عليها بعد تعرضها لهجوم بالبحر الاحمر وافد تيئة بحرية بريطانية باصابة سفينة تجارية بثلاث قذائف قبالة سواحل اليمن بدون تسجيل اي جرحة وكان تيئة عمليات التجارة البحرية لبريطانية قد اتلقى التقرير عن وقاع على بعد 77 ميلا بحريا اربية مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون من عدن مرسلنا ياسين الردوان ياسين ما هي اخر المعلومات حول هذا الاستهداف نعم مروج استهداف جديد على بعد 77 ميلا بحرية بالاتجاه الغربي قبالة سواحل محافظة الحديدة في الشمال الغربي من اليمن هذا الاستهداف حسب هيئة عمليات التجارة البريطانية الامنية والمتخصصة في الامن البحري والتي افادت بتعرض هذه السفينة نقلا عن قبطانها بثلاث مغذوفات وقبلها اقتراب زورقين مأهولين بالقرب منها وكان على متن الزورق الاول من ثلاثة الى خمسة اشخاص وبينما كان على متن الثاني نحو عشرة اشخاص وقال ربان السفينة ان هذين الزورقين عمل نداءات باتجاه السفينة مما ادى الى تبادل لاطلاق النار في هذه المنطقة دون ذكر ودون انباء عن اي اصابة لهذا السفينة بينما قالت ايضا هذه الشركة الامنية البريطانية بانه ان هذه السفينة تنجرف في اتجاهات مختلفة ولم تتحدث ربما اي جهة او لم تتحدث جماعة الحوثيين عن تبني هذه العملية حتى هذه اللحظة وايضا تقول جماعة الحوثيين بانهم مستمرون في عملياتهم ويتحدثون ايضا ويتحدث عدد من القائل القيادات الحوثية بانهم سوف يقومون بالرد على الهجوم الاسرائيلي على محافظة الحديدة مروج شكرا جزيلا يسينا الردوهان مرسلنا من عدن اعلن حزب الله قصف قاعدة تسنبار اللوجستية الاسرائيلية في الجولان بصواريخ كتيوشا وكذلك استهداف موقع حد بيرون بمسيرة وقذائف مدفعية بينما اكد الجيش الاسرائيلي رزه نحو خمسين قذيفة اطلقت من لبنان باتجاه شمالي اسرائيل كانت وسائل اعلام اسرائيلية افادت باصابة عدة مباني في بلدة كتسارين جنوبية الجولان بعد اطلاق عشرات الصواريخ من لبنان وهو ما اصفر ايضا عن جرحي شخص اكد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين في ختام محادثاته في الدوحة ضرورة ابرام اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة خلال الايام المقبلة يأتي ذلك في ظل تراجع امال التوصل الاتفاق بسبب تمسك طرفي الحربي بشروطهما بين جولة مفوضات انتهت في الدوحة واخرى منتظر بعد ايام في القاهرة وبينهما جولة لوزير الخارجية الامريكي في المنطقة لا يبدو ثمة ما يشير الى ان التوصل لصفقة في غزة بات قريبا ومع انتهاء زيارة بلينكين تراجعت تلك الامال التي كانت معقودة لاحداث خرق في ملف صفقة الرهائن وبدأ ان الوزير الامريكي ممتعد من ذلك على الاقل هذا ما تشير اليه تصريحاته من الدوحة اذ شدد على ضرورة عدم اضاعة الوقت ووجوب التوصل سريعا الى وقف لاطلاق النار في غزة وبدأ ان بلينكين رمى الكرة في ملعب حماس وان موافقة حماس على مقترح سد الفجوات هي خطوة اولى نحو الاتفاق على تنفيذ التفاصيل تصريحات بنها بلينكين على اساس موافقة اسرائيل على المقترح لكن يبدو ان لناتنياه موقف اخر فهو لا يبدو متوافقا الى حد ما مع مقترح وقف اطلاق النار في غزة وان في بعض جوانبه خاصة ما تعلق منه بمحور فلاديلفيا اما حماس فما زالت تتمسك بشروطها السابقة ومن ابرزها الانسحاب الاسرائيلي الكامل من القطاع وضع يعكس حسب مسؤولين امريكيين ان الجهود الامريكية لوقف اطلاق النار في غزة لا تحقق نقاط رئيسية حسب صحيفة نيويورك تايمز وان المواقف ما زالت متباعدة وان الحرب في غزة قد تكون قاطرة تجر المنطقة الى حرب اقليمية هذا ما تشير اليه التطورات الاخيرة فمقابل التصعيد العسكري الاسرائيلي تلوح حماس من جديد بالعمليات الانتحارية داخل اسرائيل اما ايران ووكلاؤها فمستمرون في تهديداتهم بالرد رد دخلت على خطه الفصائل العراقية الموالية لايران ويبدو انها بدأت استعداداتها لذلك امر تفعل ولايات المتحدة لرفع استعداداتها ايضا واستقدمت اسلحة ومعدات لوجستية متطورة الى قواعدها في شمال شرق سوريا ويبقى السؤال هل تنجح مفاوضات اللحظة الاخيرة في تجنيب المنطقة انفجارا وشيكا وانتقد مسؤول امريكي تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيمينا تانياهو بشأن استمرار سيطرة اسرائيل على محور فلدلفيا بين قطع غزة ومصر ومؤكدا انها لا تساعد في التوصل لوقف لاطلاق النار مع حماس وقال المسؤول الكبير الذي يرافق وزير الخارجية انتوني بلينكين في جولته في الشرق الاوسط طالبا عدم الكشف عن هويته قال ان تصريحات كهذه تشكل بالتأكيد خطرا على امكانية المضي قدما في المحادثات على سعيد ان متصل انذكرت هيئة البث الاسرائيلي ان تصريحات نتنياهو تهدف الى افشال المفاوضات في وقت انتشهد فيه اسرائيل فترة حرجة يتم العمل فيها على ايجاد حلول لمشكلة محور فلدلفيا وممر ناساريم واكدت هيئة البث الاسرائيلي ان نتنياهو يعلم ان هناك تقدم في المفاوضات لكنه يطلق تصريحات معاكسة لما تم الاتفاق عليها مع الوسطاء في سياقنا متصل افادت القناة الثانية عشرة الاسرائيلية ان الوسطين المصري والقطري نقلا رسالة الى نتنياهو مفادها انه عليه ان يكون اكثر مرونة لكي يتمكنوا من الضغط على حماس واضفت القناة ان هناك جهدا امريكيا لاقناع الطرفين المصري والاسرائيلي بالوصول الى تسوية تحتفظ من خلالها اسرائيل بموقع او اثنين في محور فلادلفيا وليس بسبعة او ثمانية مواقع كما هو الان من القدس ينضم الينا محرر الشؤون الاسرائيلية في سكانيوز عربية نضال كنعني ومن القاهرة مرسلنا احمد مهران عفوا سيكون معنا فقط من القاهرة احمد مهران احمد ما اخر ما تم التوصل اليه بين القاهرة والوسطاء واسرائيل فيما يتعلق بتسوية الاوضاع في محور فلادلفيا ومعبر رفح مع مصر مع طبعا الحديث عن تمسك نتنياهو بالبقاء في هذه المناطق نعم مروش بداية كانت هناك تحضيرات جارية لعقد جولة كان من المفترض ان تكون جولة حاسمة من المفاوضات في القاهرة وجاء بلينكين الى القاهرة ربما لدفع هذه الجهود وتهيئة الطريق امام اتمام الاتفاق واتمام الصفقة هذه المرة لكن من الواضح ان جولة بلينكين في المنطقة وكذلك التي تضمنت زيارة الى القاهرة ايضا وعقد خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره المصري ايضا بدر عبدالعاطي انتهت الى يعني دون تحقيق تقدم يذكر خاصة فيما تعلق بالمعضلة الاكبر وهي معضلة محور فلادلفيا الذي تتمسك مصر بحتمية الانسحاب الاسرائيلي منه فيما تواصل اسرائيل تصريحاتها التي تؤكد انها لن تخرج من المحور وكذلك من الجهة الفلسطينية من معبر رفاح وبالتالي تبقى هذه المعضلة على حالها حتى الان من دون حل وهذا ما ربما يعطي نوع من الضبابية حول موقف الجولة الختمية او الجولة المرتقبة من المفاوضات التي يجري التحضير لها في القاهرة في اعقاب انتهاء جولة الدوحة قبل ايام والتي احرزت تقدم طفيف فيما يتعلق بالمفاوضات بلينكين اكد خلال زيارته الى القاهرة على ان المبادرة التي طرحها الوسطاء بشأن سد الفجوات هي مبادرة ايجابية ويمكن البناء عليها لتحقيق اتفاق يمكن تنفيذه بشكل سريع هذا ما تم التأكيد عليه من قبل ان يأتي بلينكين الى المنطقة ومن ثم فان اعادة التأكيد على هذا الامر يعني انه لم ينجح حتى في ممارسة ضغوط على الجانب الاسرائيلي للتخفيف من موقفه فيما يتعلق بسيطرة اسرائيل على محور فلادلفيا وهو الموقف الاسرائيلي الذي تعتبره القاهرة يعني غطاء اسرائيليا على الفشل في تحقيق انجاز عسكري يذكر ومحاولة احتواء الرأي العام الداخلي ومن ثم اضفاء جانب من الشكلية او شكلا على المفاوضات المتعلقة بوقف اطلاق النار لذا تقول القاهرة ان اسرائيل عليها ابداء قدر كبير من المرونة من اجل ادمام الاتفاق هذه المرة شكرا جزيلا احمد بهران مرسلنا من القاهرة